نحن لبعض حملة عم بتقوم فيها بيروت منارتي وتياب العيد كرمين نكونوا عم نجمع ترباء الرعاة بهذا الزمن بساحة الشهداء يوم الأحد تسعة نيسان بالتحديد معنا بالاستوديو دارين ببيني رئيسة جمعية تياب العيد تنحكي مع تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع أهلا وسهلا فيك دارين تانكيو أواشي على الاستضافة أنا كنت المفروضة يكون معي مروان سلام صاحب جمعية بيروت منارتي بس للأسف ما قدر يكون لأسباب تارقة نحن جمعيتين بيروت منارتي تأسست من 2017 من أشخاص من بيروت حبوا يعملوا حبوا كلهم يجتمعوا العمل الخير لبيروت بلشوا أول مشروع بالبطاقات المدفوعة مسبقا بالمواد الغذائية رجوا وعملوا مشاريع من بعدها وأكتر شيء هلأ عم نعمل إفتراض بشهر رمضان وهلأ حبينا مع جمعية تياب العيد لنا أنا صاحبتها أنا وإختي شارين قباني أنه نعمل نهار الأحد تجمع نهار من الساعة تسعة إلى الساعة سبعة لنجمع أكبر كمية تبرعات تياب وألعاب وأي مساعدات عينية كما لا نقدر نفرح فيها غيرنا ونساعد فيها غيرنا الفكرة طلعت من أنه أنا أمين سربي بيروت منارتي وبذات الوقت مثل ما قلتلك صاحبة جمعية تياب العيد جمعية تياب العيد بس هو أول محل تسوق مجاني بلبنان بتختبر فيها التسوق من دون ما تدفع أي ليرة فهيدا المشروع كمان طلع من 8 سنين محلنا إله 8 سنين ومكمل بلشنا كمان بشهر رمضان قلنا بنعمل على شهر واحد حتينا بوست على الفيسبوك أنا وإختي التوأم قلنا لناخد تياب كل حدا مننا عنده بغزانته تياب ما بده إياها أو جديدة ما عم بيلبسها فرحنا صنع نلاقي كتير قبور من الناس رحنا لعندهم عبيوتهم أخدنا الغراد رجعنا أخدنا محل صغير قلنا على شهر وكملت معنا من سنة لسنة كل سنة بنعمل سوق المجاني لتياب العيد فهالسنة حبت بيروت منارتي تتعاون مع تياب العيد عم نشوف فيديو كمان على المحل يمكنك أنت عم تحكي عنه مضبوط هيدا أنا وإخت التوأم لك تعرف أنا بس نطلع فيه هالمحل بتحسه مثل ابننا الصغير يعني أنا بما هنت إن كنت كمحامية أو إختي كصحفية نسينا أشغالنا وفوكسنا على عمل الخير لأنه عجد بتحس بلزي هيدا المحل بابه مفتوح لكل العالم كل الأعمار صغاري كبار صوبيين بنات كبار بالسن ميما كان بيفوت أي قطعة موجودة بالمحل بياخدوها وبيروحوا فيها أكيد من بعد انفجار بيروت ومن بعد الأزمة الاقتصادية لما رأينا فيها وهيكي بتزعل من شغلة إنه اللي كان يتبرع لك صار أول بحاجة بس قد ما فيها عيال عن جد متعاففة وقد ما فيها عيال عن جد بده حتى إنه ما بده تاخد شي من دوم أي مقابل صاروا يجيبوا الاغراض القديمة عندهم ماكرونة عندهم أي شي عندهم يبدلوا بأي شي تاني موجودة عندنا فنحنا بطلنا بس قصة التياب وألعاب نحنا صرنا حليب لأنه بتعرف مرة الأزمة الحليب الخبز الموني صار محال شامي لكل شي بكل مناسبة بالمحال بتلاقي قصص شي دارين يعني نحنا بنعرف كمان قد أهمية إنه أشخاص تكون حط بعضها وتساعد ولكن كيف انطلقت فكرة تياب العيد إن كان من ناحية وقتها بلشتوا بالعيد كمان قبل وقتها بلشتوا فيها أو من خلال كمان تجمع إنه عندكم تياب قديمة وبدكم تحطوها كيف انطلقت الفكرة وقلتوا خلاص بدنا نبلش فيها وبدنا ننزل على الأرض ونبلش نحط تياب إذا بدأي لك بلك تضحك بتاعي في إنه البنات وقدي بكون عندهم غرات وقدي بكون عندهم تياب فكنا بالبيت والوالدة خلاص بدأ لعنكم غرات شي لغرات كون شي لغرات كون وله إختي أنا وياها توقام قاعدة قاعدة هيت لها وله ياداريا نتبرع بهالتياب للعالم المحتاجي ونحط بوست على الفيسبوك حتينا هالبوست على الفيسبوك صاروا العالم يدقولنا بس إنه إحنا ما فينا نجي ناخد نعطيكم لتياب وهيك تاعوا انطل عنا فيه قسمنا حالنا أنا روح من ميلي إختي من ميلي جبنا هالغرات صار البيت جبل طيب يعني بدل ما ناخده من عند ماما زد نالة فهون قررنا وله ناخد هيدا المحال سهرنا فيه ليلة نهار ليلة نهار نمنا فيه ما نرجع على البيت بس لن زبطه بتشوفه صغير بس هو مية بالمية الحلو فيه بتعرف هيدا المحال لقى قبول من الناس انت بتعرف نحنا بوضع وبيزل هالأزمة اللي نحنا فيها والدولة وعدم الثقة ما بقى منوسق إلا ببعض يعني أنا بوسق فيك إنك توصل هشي للناس المحتاجة بس ما بوسق روح على الحكومة أو على جمعية أو مش جمعية ما بدو قول جمعية على مؤسسة تيب على الدولة أعطيها شيء ما بقى في عنا هيدا الثقة فالكبول الأيني والسقة من بر أكتر من هون كمان صار الشخص وراء الشخص يجول عنا مش بس يتبرعوا صار بدون يساعدونا صاروا متطوعين المحل كنت أنا وبأختي طلعنا فيه بعدد هائل مجموعة هائلة بعد ما خلصنا شهر رمضان صاروا يقولونا بليز ما تسكروا بليز 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 فولا لقينا دعم كتير نحنا أول شي لغراد كانوا يجول عنا نوديهم على المسبغة نرجعهم جديد نحطهم بكيس نيلون ونرجع نجيبهم على المحل بس تار في التكل في سارة بعضة فنحنا قلنا لأ خلينا هالمصاري نحنا عم نتفعون الزيادة نحطهم بها المحل ونحنا نقدر نوزع كمية أكتر للعالم هون عم نشوف نحنا أكتر شي منوزع جهاز للبيبي كل حدان كل هلأ الجمعيات أو كل شخص بده يولد أو أي شخص بده قولنا كرمالي جهاز للبيبي منبعث لهم جهاز للبيبي بتعرف شو الحلوة هون يبقى الكريسماس بكل الأعياد منوزع بكل المناطق اللبنانية بس من لأنه الأزمة اللي صارت عنا وكل شي واللبنانية صار كتير عنا صار الفقر 82 بالمئة صار عنا نسبة الفقر فصورا لا عم نفضل نوزع بس لللبنانية لأنه أصلا محلنا ما بيحمل نحنا تبرعاتنا بتجي من الناس وأمراري بيجوا أشخاص بيقولولك أنه نحنا تبرعاتنا بتناها تروح لها الناس فهون بتطر أنه أنت تلتزم برغبات الناس اللي بيتبرعون لك أكيد يعني مثل ما ذكرت كمان دارين في كتير أياد بايدة عم بتكون هي عم بتساعد بعضها ويمكن في كتير أشخاص ناطرين الشغلة مثل تياب العيد كرميل يقدروا يساعدوا كمان أو يتبرعوا أو يكونوا هنم الطوعين أو يقدروا يمدوا إيد العون بطريقة ما ونحنا عبر برنامجنا كمان نجرب نقري بالعالم من هول الجامعيات أو من هول النشاطات اللي عم بتصير كرميل يعرفوا مين بدون يتجهوا بحال عبالوا يساعدوا لعبالوا يتواصل معكم بالتحديد مع تياب العيد خاصة بهالفترة لأنه بنعرف هلأ تياب العيد في رقم تليفون سبعين ستتنين تسعة أربعة سبعتنين هيدا رقم الشخصي وفي رقم تياب العيد سبعين تسعة ستة أربعة خمسة تسعة خمسة وفي البطاقة هلأ حتشوفوها هوني لبيروت منارتي مع تياب العيد هيدول الأرقام التبعين لبيروت منارتي وكمان يعني فيون يتبرعوا بالتياب فيون يساعدوكن على الأرض حيالة شي بتواصلوا معكم كل شي ممكن تجي بيابتسامتك حيدي الحالة دعم لنا أنه أنت عن جاد معنا عم تساعدنا بهيدا نهار مية بالمية يعني حتى دارين وقتا نحكي عن جامعية أو عن مساعدات منقول أنه الأشخاص اللي بتشتغل فيهم مثل حضرتك بيتعرفوا عكتير أشخاص بحاجة أو أشخاص يمكن ما معت تاكل أو ما معت تلبس وبتجي على هيك المحلات ولكن منشوفك مبسوطة عم بتشوف إقبال من هول الأشخاص بتشوف تغيير بكيف بيفوتوا على المحل كيف بيطلوا من المحل خبرين أكثر عن التجربة كمان لك أجمل شي بالكون أجمل شي فعلا عن جاد يعني هلأ حتى أنت بتشوفني كيف بيحكي على المحل قدي بفرح أجمل شي هلأ أنا محامية بس أنه إذا برحت ملف ما بمبصي تقدم أنه أشوف حضا عن جاد داع المحل مية بالمية أجمل شي وقتا يفوت ولد صغير لعندك على المحل بس يقلك بس أنه قدي بتزعل أنه يقلك بس فينا ألعب وبرد اللعبة وأنه ما بديها ما بيخدها خلي خلي حدا غيري يلعب فيها كمان شوف الفقير والبحاجة وقدي بده إياها لهاللعبة بس بعده هو بحاجة عم بفكر كمان بيغيره فنحنا كمان بهذا المحال اللي عملناه أنه منجمع الأولاد بيجوا لعنا بيلعبوا بالألعاب لعنا إياها وبيجوا بردوها كمان ما في أحلى من أنه تشوف البسمة والابتسامة على العيلة أو عامة بسوطة لبست ابنة أو عولد عم بيلعب هيد الفرحة عن جد لا تعود وبالنهاية نحنا لبعض يعني إذا نحنا ما صعدنا بعض يعني مين قلنا نحنا هلأ ما فينا نقوم بدور الدولة ما حفينا نقوم فيه كليا أبدا بس نحنا على القليل بدنا نحاول بيقصة بشغلة صغيرة مية بالمية يعني تخيل فيه ألعاب مكسورة بتكون بينبسطوا فيها لولاد بس دبدوب يمكن مخزق أو شوي هيك بيكون عنده إياه لعبة بينبسط فيها قد الدنيا فنحنا ما قلنا إلا لبعض مشان هيك مشان هيك بتيازل أنا عجاد بتمنى نهاري الأحد يكون في إقبالي كتير كبير لنقدر هالمساعدات اللي هني عم توصل لعنا نقدر نوزع لأكبر عدد ممكن وهون كمان قبل ما نفوت بخبرية الأحد كمان بدنا نوجه يعني رسالة لكل الأشخاص وخاصة بهالفترة منعرف لو عندكن ألعاب والذاتكم ما عم بيلعبوا فيها طيب صاروا صغيرة أولادكم بدكن تتخلصوا منها ما تكبوهن فيها جمعيات تستفيد يمكن تقدروا تعطوهن لولد تاني يلعب فيهم لو مكسورة لو منا جديدة ما منستحل بالعكس بيبسطوا فيها وبيكونهم كيفين كمان فهون خلينا نفكر بهذا الموضوع ونقدر نكون عم نعمل شي كريم نكون عم نساعد أو نمبسط نحن نشارك هيدا الفرحة كمان مع الأشخاص مزبوط وهون أهم شغلة بس بحب ركز علي أنه فيه مدارس فيه مدارس وولاد عم بيبعثوا لولاد لعنهم هني بدون يتبرعوا هيدا الشي بنمي روح العطاء عند الولاد كمان مزبوط والمشاركة مية بالمية المشاركة والعطاء وأنه الواحد ما يحب ما يكون عنده الأنانية وحب التملك لأ أنه أنا اللعبة حتى أنا وبحبها بدي أعطيها لولاد تاني ما قادرة أمه أو بايه يجبوله اللعبة لفرحه فيها فهيدا أهم شي هيدا الموضوع يعني حكينا كتير كمان عن هيدا الموضوع لأنه مهم وأساسي ولازم للأشخاص مية بالمية أحلى شي بدين العطاء وهلأ هالفترة العطاء يعني كمان بمحله بيكون مية بالمية دارين نحنا لبعض نهار الأحد عم بتصير تسعة نيسان خبرينا أكتر تفاصيل بسحة الشهداء مضبت شو رح يكون عم تسعة نهار الأحد بيروت منارتي والجمعية كمان الأحب على قلبي مع تيب العيد حنجتمع لنعمل نهار طويل من الساعة تسعة للساعة سبعة بسحة الشهداء حنكون حننتلقى بعيدا نهار بنا نتلقى كل شي فيه تبرعات بنا نستقبل تبرعات من تيب ألعاب كل شي مساعدات عينية كل شي ممكن أي شخص يتبرع فيه نقدر نعطيه لعائلة تانية محتاجة فهيدا نهار حيكون طويل حينزل متوعين من كل عجد ما بخبرك مش بس من بيروت من كل مناطق بدون ينزل ويساعدونا الغراد اللي بدنا نجمعها بدنا نرجع أكيد نفرزها ونزبطها وكلها وبنا نجع نوزعها قبل العيد إن شاء الله بإذن الله التبرعات الحلوة من هلأ ما إجينا مش بس من لبنان إجينا من برات لبنان تبرعات وتيب وغراد فهيدا شي الحلو إنه نحن مبسوطين فيه لا أكتير هيك صدى حلو هيدا نهار فمنتمنى إنه كل نهار الأحد يكون بسحة الشهداء إن شاء الله ببيروت إن شاء الله أكيد وعن نشوف نحن كمان صور يعني بنعرف نشاطات جمعية بيروت مناراتي قد يكونوا كمان على الأرض بعدة نشاطات إن كان تبع للبيئة أو كمان مساعدات غزائية وغيرها والعالم اللي بتعرف نوع شغل بيروت مناراتي كمان رح يعرفوا أكتر عن مشروع نهار الأحد مية بالمية بتعرفوا كمان عن تياب العين أكتر بتعرف شو الحلو أنا مبسوطة بالتعاون مع بيروت مناراتي لأنه فيك تقول كملنا بعض يعني نحن أكتر شي تياب ألعاب بقى قصص مدرسية شنة مدرسية بيروت مناراتي كلها مشاريع كمان بلا بيروت مش بس بيروت كمان برات بيروت أكيد بس إنه واجبات سخان قصص بطاقات المسبوعة مسبوقة للدفع كرمال المواد الغزائية فتحس هيك إنه حلو يعني مثلا مع الناس اللي بيستفيدوا اللي عمين عنا نجمعهم مع الناس اللي بيستفيدوا من جمعيات تانية كرمال نقدر نفيدهم من كل المحلات لهالعين المستورة دارين جمعية تياب العيد بالتحديد لأنه بعرف أنه أنت رئيستها وبتحكي عنها كأنه عن جد تفليق أنا وإختي التوقم أحسن ما تزعل هلا هي صارت بأميركا لأنه منواجه لها تحية كتير كبيرة أكيد الفكرة ولدي مع الاثنين ولكن قدي بتشوف أهمية هيك نوع من الجمعيات أو المبادرات إن كان الأشخاص اللي عم بيقدموا كمان من هالناحية ومن ناحية الأشخاص اللي كمان عم تتساعد العائلات الأشخاص من الناحيتين قدي أهمية هيك موضوع وهيك علاقة بوضع اللي عم بيقطع في البلد هلا لخبرك شيء أحلى شيء اللي عم بيصير بهالمبادرات الفردية روح التنافس الحلوة للخير عم بيصير فيه التنافس للخير أنا بدي أساعد أكثر مية من مية مش بس هيك يعني كيف بدي أقولك أول ما بلشنا المبادرة بلشناها عن جد من روح العطاء اللي عنا إياها لنساعد غيرنا قد ما عم نشوف ناس عن جد بحاجة للمساعدة وقت بلشنا فيها سننا نشوف العالم حتى وأصحابنا وناس من بره بدون يعملوا ذات الشيء طيب أنتوا فتحين ببيروت طيب فينا نحنا نفتح بالبقاء طيب نحنا فينا نفتح بالسيدة طيب نحنا فينا نفتح بترابلس نحنا أكيد ما قلنا لا وكنا نبصي تتعرف أنت بيصير فيه تنافس أمرار في ناس يمكن ما بيحبوا هالمنافسة أو شيء أنا وإختي صرنا مبسوطين بهالمشروع أكثر لأنه عم نشوف غيرنا من العالم عم تعمل مثله أو عم تعمل تطلع بأفكار أحلى من هيك ما في أحلى من أنه أنت تعمل شيء للخير من دون أي مقابل كانوا يجي يقولولنا طب أنتوا كيف عم تقدروا تدفعوا للتياب العيد صدقني عن جد الخير اللي عم يجي فيه لهالمحال عم بحط مني ومن إختي لأنه نحنا ما بدنا أي بقى نكون ما بدنا من تميين لأي جهة نحنا للبنان للبنانية بدنا نساعد كل الفئات من دون ما نعرف هيدا لمن وهيدا لمن وهيدا إلا ما يجي حدا يقولك أنتوا 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 هيدا كله نحنا مسكر دينينا طالما نحنا عم نعمل خير خلص العالم من هون العالم كتير وسقت فينا أكتر ومن هون صار يحطوا لنا بوكس بقلب النوادة الرياضية الجامعات بقلب الجامعات المداريس كمان السوبر ماركات وينما كانت تتلاقي تياب العيد هيك صندوق صغير فلو قطع صغيرة كنا نلاقيها في هاتي على المحال عن جد كان قلبنا يكبر هلأ بتمرق بفترات بتلاقي ما بقى ما فيه تبرعات كتير لأنه بتعرف أنت الوضع اللي عم بيسير على كل العالم قديه صعب كتير بس أنه هيدا المحال حيضال بابه مفتوح ليستقبل لو كيس هالقرد صغير كلمان يرجع يعطيه للعالم حيضال فيه أشخاص عم بتقدم مساعدات حمد الله مثل ما عم نشوف يعني الظروف يمكن سيئة ولكن الجامعيات عم بتساعد الأشخاص فرديا عم بيقوموا بمبادرات وعم بيقدروا يساعدوا والحلو كمان أنه يمكن بها الفترة عم نوسق ببعض أكتر بسبب غياب يمكن الجهات المعلمية مية بالمية وهيدا كمان بيكبر القلب لأنه بالنهاية الشغل اللي بدنا نقدمه لبعض بدنا نكون كمان مرتاحين أنه عم منقدمه مبسوطين أنه عم منقدمه وهيدا اللي بيكبر القلب يبقى أنا هلا هيكي بتشبه شخص تبرع لنا كمان تبرع لنا ببدلة التخرج طبيعته ليك قدي حلو اشتراها لبسها بيتخرجوا رجع جبلنا إياها مش بس هيك لبساطين الأعراس نحنا ملبسين أعراس كتير يعني بنات كتير فساطين عرس من عنا بيأخذوا الفستان نحنا مزبطلون إياه كله بيلبسوا بيجعوا بيرجعوا لنا إياه فلكن من شغلة صغيرة عن جد من شغلة مينكة من هالفستان قدي أنت عملت فرحة لهالعروس يمكن لهي مقادرة يمكن تلاقي فستان عرس تلبسه وانت بتعرف أدي هالسعار عم تكون غالية أو مثلا هالبدلة هايدي اللي عم بيلبسها العريس أو أي شاب عنده تخرج فمن هون بتقول لا عن جد ولا شغلة صغيرة عن جد بتعمل فرق كبير عند العالم ومن هون أكتر كمان والحلو فينا نحنا كشباب نحنا بلبنان عنا طيبة اللبنانية عندهم طيبة فنحنا من هون بس نشوف أي شخص عم بيعمل خير لو شاب صغير لو صبيه هون نحنا بنركض لنساعدهم بأي شيء ممكن يكون متحنا يمكن مادية مقادرين البسمة الحضور التطوع كل هالقصص نحنا منضل حد بعض مشان هيك ما في خوف نحنا علينا اللبنانية لا منضل حد بعض وإن شاء الله منكمل هيك حد بعض إذا الله راد يمكن كمان فستان العرس حطينه بالإخزان كرميل ذكرى حلوة لنهار اللي تزوجنا فيه ولكن هيدا الذكرى بنقدر نشركها مع غير أشخاص يمكن بحاجة لهيدا الفستان تتعمل هيك ذكرى كمان وتقدر تكون عم تعيش هيدا الفرحة فستان خطبة أمي وعيرسة موجودين بالمحال يعني كمان بس تشوفي حدا عم ياخده بتحس بتشاركي الفرحة بزيت الوقت إيك لا أكيد ونحنا ما رح نرجع نلبس هيدا القطعة ويمكن ما نرجع نتذكرها نحنا بطبعنا ما منلبس منجيب ممكن الجديد ما منلبسه وبيضال عنا غراد وبيضال عنا قصص فحرام ليه ما بدنا نعطي هلأ ليك عنده مين عجد صار محتاجه ومين صار عجد وضعه وضعه دي كلنا كلنا ما حدا أحسن من حدا كلنا بهالوضع صلنا بهالبلد فيمكن حتى لو ما بيجوا بقولولي إنه دارين نحنا كان عنا غراد بس نحنا عطيناهن يعني حتى بيعتذروا مني اللي كانوا يتبرعوا لي من أصحابي أو ناس بقولولي دارين يمكن لأنه لقينا النطور حرام أو مرته أو جيرانهم أو أي شيء عطيناهن إلهم بقلهم بالعكس المهم نعطي المهم نوصل الغراد للأشخاص المحتاجين المهم إذا من بدنا نساعد نكون عم منقدر نساعد وعم نقدر نوصل مش بس نتركها فكرة براسنا ونقول ما رح نقدر أو ما قالنا حلق أو بعدين أو يلا نكيب الغراد لا هيدا القطعة لا بتلبس عائلة أكيد فوتوا أخزاناتكم أو على لعب وولادكم شوفوا شو ما عم نستعملون شو قطع عليهم يمكن سنة أو دهر يمكن أوقات ونسيينهم خلينا نخدهم وننزل نهار الأحد بتسعة نيسان على سيحة الشهداء مضبوط ونشارك هيدا الفرحة بالعيد لو بس بابتسامة بابتسامة بوجودنا حتى لو حبنين لعبة قديمة مية بالمية ما تعتلوهم شو ما كان تقدروا تكونوا عم تتبرعوا دارين بالختام قبل ما نختم كمان رسالة إن كان بهيدا الفترة يعني فترة عطا وفترة واحد يكون عم بيقدر يساعد أو إن كان بشكل عامل لأنه انت بتشوف الأشخاص اللي عم تبرعوا كل أشخاص اللي كمان عم تقدروا تساعدوها شو اللي سلل بتواجهها للبنانية بزر لهذه الظروف أنا عجاد أنا بس بتمنى مش بس العطاق مش شهر رمضان بس كل الأشهر وكل الأيام وكل السنين عجاد يكون قلبنا كبير مش إنه والله أنا بفهم إنه هلأ كل عائلة ونحنا كل حدا فينا نفسيا طعبين مكتئب من هالوضع اللي نحنا مارين فيه بس صدقوني صدقوني لو قطعة وحدة قطعة عجاد شلحتها عنك وعطيتها لما حتاج الله بيبعث لك دوبل و تريبل عنا فخلينا نضل عم ناطي على أمل إنه هالدولة تأملنا كل الضمانات اللي نحنا بدنا إياها تعيشنا حياة كريمة بس بزل غياب هالدولة خلينا على القليلة نحنا نخفف عن بعض مظبوط وخاصة خاصة وهون أنا بدي أعليك كمان على الموضوع إذا حاسين بإكتئاب إذا حاسين دي خلقنا نزلوا عطوه قطعة عملوا خير عملوا خير وشوفوا عن جد ردة فعل الشخص الثاني ويتغير نفسياتكم كلها وتتغير طريق تفكيركن لكن الأحد تسعة نيسان دارين إذا ألا راد تياب العيد وبيروت مانالتي رح يكونوا موجودين بساحة الشهداء من الساعة تسعة للساعة سبعة مظبوط حير لحد عباله يتوجه في ينزل أكيد وفي يتواصل معكم كمان على رأميك سبعين ستة اتنين تسعة أربعة سبعة اثنين بيقدروا يعرفوا كمان تفاصيل أكتر يعطيك ألف عافية دارين وباني رئيسة جامعية بلايد أكيد منوجه تحية لأختيك التوقم بأميركا ولكل اللبنانية بأميركا وكمان لمروان سلاملي ما قدر يكون معنا رئيس جامعية بيروت مانارتي إن شاء الله بكل التوفيق سبحيتنا متابعة ولكن بعد هذا البريك